عندي كلام كتير لأن النهاردة التفاصيل والكواليس كتيرة جداً حكام مباراة الأهل والزمالك ما يحدث في القرى الإفريقية والنهاردة كان فيه خبر موجود بخصوص استبعادة ردوان جيد من التحكيم الإفريقي خلال الفترة اللي جاية بصوا النهاردة عشال وقت داية جداً حكام مباراة الأهل وذلك نسيبه من حلقة يوم الأربع لأنه ممكن تكون فيه مستجددات كتيرة يمكن أنا قلت خبر مهم في الساعات الأخيرة كابتن إبراهيم نور الدين ما كانش بيحكم مباراة لأنه كان مكتس الاختبار البدن هو ما حضرش الاختبار البدن اللي يتعامل في نادي النصر وبالتالي ما كانش هيدير أي مباراة ولكن فجأة تم استدعائه لإجراء الاختبار البدني هل دا ممكن يكون داعي لاختياره ضمن طاقم حكام مباراة الأهل وزمالك دا هنشوف الأيام اللي جاية ولكن طاقم حكام الأهل وزمالك مش هتكلم عنه من النهاردة خلوهم للأربع الجاية لما يكون فيه مستجداد لأن آخر الكلام اللي وصل لي يعني لسه نفس الكلام الأسماء اللي احنا قلناها قبل كده ولكن بالنسبة للكابتن ردوان جيد الحكم المغربي اللي النهاردة الشروع الجزائرية اتكلمت وقالت أن هذا الحكم تم استبعاده من التحكيم الإفريقي خلال الفترة اللي جاية وقالوا أن بعد استبعاده من إدارة مباراة تحديد المركز الثالث والرابع وبعد ما تم استبداله في مباراة الترجو والنجم قدامكم وهم كورا بلاس نقلا عن الشروع الجزائرية استبعاد ردوان جيد نهائيا من قيمة الحكام الأفريقي المعتمدين لقيادة المباراة القرية أنا أقول لكم رد مش رسمي بس أقول لكم رد جالي من مصادر مسؤولة في هذا الملف بصوا جماعة أولا ما فيش حاجة من اللي منشورة دي حقيقية ما فيش حاجة اسمها استبعاده من إدارة المباراة القرية بشكل نهائي أولا الشارة الدولية هنا تبعة للفيفا مش للكاف يعني فكرة أنه يتم سحب شارة دولية من حكم في بداية سيزن أو موسم عشان ما يحكمش نهاية الموسم الكلام ده مش حي الشارة الدولية هنا تبعة للفيفا مش للكاف فأولا فكرة الاستبعاد دي ممكن يكون قرار فني ولكن مش سحب الشارة منه عشان ما يحكمش نهاية الموسم تاني حاجة لو في قرار من الكاف هيكون كالتالي إيقاف وليس استبعاد أو منع لو في قرار من الكاف هيكون إيقاف ولكن ليس استبعاد أو منع الحاجة التالتة ودي معلوماتي بقى كل الكلام اللي اتنشر النهاردة في الشروع الجزائرية عشان يبقى واقعي وقانوني وسليم لازم يتم إرساله في خطاب رسمي للاتحاد المغربي يعني الاتحاد الافريقي يبعطه للاتحاد المغربي الجامعة الملكية يكون عندها معلومة رسمية في هذا الشأن لازم يكون عندها معلومة رسمية في هذا الشأن وبالتالي كل الكلام اللي انتو قررتوه ده النهاردة غير صحيح أنا بقى مستني حاجة تانية أهم من كل ده فاكرين من شهرين كده كنت استعرضت معاكم قيمة الحكام المصنفة سواء البروفيشنل أو الاليت A وأكبر يعني أبرز 35 حكم في القرى الافريقية تصنيفهم إيه؟ القيمة دي بتعد دلوقتي عشان نشوف تصنيف 20-24 أول ما تبقى رسمي ويتعتمد كالعادة هننفرد بها هنا في برنامج التريند عشان نعرف مين اللي راح قيمة البروفيشنل؟ مين اللي استبعد من قيمة البروفيشنل؟ مين اللي خرج من قيمة الاليت A هل ترتيب البنة عيلي شوية هو وصدق السلمي؟ ولا زي ما هم في الترتيب المتأخر؟ هالردوان جيد خرج من قيمة الحكام الأفرقاء؟ ولا لا كل ده أنا استعرضه لما تبقى القيمة الرسمية وتعتمد هل بملك هيخرج زي ما قلت قبل كده؟ هل البنيني لويس دي جندل دي المطش الألوي عن جاء أفريكانز هيخش مكان الموريشيوس أحمد امتياز ده هنشوفه في الأيام اللي جاية ترجمة نانسي قنقر